تعتبر الماكياج من أهم أدوات الزينة عند لبنات بحيث يرفقهم في الممشاو لكن الغري في الأمر أن بعض الابنات يستعملوا حتى في رمضان الشيء الذي يجعل الشارع المغربي يستنكر هذا الظاهرة بشدة ويعتبرها خارج كليا عن دين الإسلامي أختي كنت أدري الماكياج في رمضان لم يكن أدري أن 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 أدري أدري أن أدري أن أدري الغري أدري أن أدري الفولار فوقه أدري أن أدري وiدي الألوات التي أ eliminates ونقدم عليك أخي والله مبقاشي رمضان بل الله فنشي ولا بس زعب وشي هنا يا مورا مورا لو تراوح وتشوفي اكتصف كامل عمر دري 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 ترى السلق هذا هذا الخشب مكياج في رمضان أصلا بعدها ما خسومش يدروا المكياج حيش يدروا الزينة ورجالك يشوفوا فيهم إذنك يدودنوب وكما يقولوا شوفها الأولى والتانية محسوب عليك وفي رجالة يشوفهم يدودونونون بعثوران حيش يدعون عليهم الوقت وما هي مكياجognlling بالرمضان لأنه يقدروا بأنهم يكونوا ثالثونون وإنهم يتفادوا في رمضان إنسان ما يرى المسجد ويقوموا فيما يرى مكياج لا أريد أن تتحرك ما يرعب السلق والإنسان لأن المرة يتحرك وعلى شهر المبارك يجب أن تدير النقاب والأقل تدير زيف وتلبس لبس محترام وتحترم الجنس المنصين في دياله وكن نطلب من الأخوات اللي كي يديرون الماكياج في هذا الرمضان هذا خصومي بعد أولاد طريق ديال الماكياج لا في رمضان ولا برا رمضان كو كان عدا شي والدين قبل ما تخرج المو الشامع قصد تحصار موالدة أول حاجة أبشي حصار المو الشامع دياله يجب أن تتطفل على ابن أدم يرى مقادرة خاجة أحد اللي يبس مو الشيطة اللي مغير لائق يعني ميل في ميل أي شخص غير يحضر معاه أي شخص غير يحصار مهاج كإنسانة يعني الشهر الرمضان ما تقدشت مكفيه الأعصاب ديالك لأشياء الريح ديالك أخير راماك ياه ما يمكنش وتشيره هالشيئره ما ديرش الدين ديالنا حرام حرام في الدين خصومي ديروش ما كيارش فرمدين إذا بغت دير ذلك الشيء خصر رمضان يحصار مو الناس ما يديروا حتى شي حاجة فيه في أيامات العادية ماشي مشكي يوعد التبروش في رمضان من القضايا اللي اكترأ لها الجدل حول جوازها أو تحرمها دينيا وبيني وبينكم ماشي عيب على البناء تدروا المكياج في الأيام العادية لكن ما فيها بأسي حول ما أمكان يتفدى وهو لو شهر في السنة